خلينا نقول الحقيقة يعني ألف تحية لكابتن محمود الخطيب زي ما شفنا في التقرير كابتن محمود الخطيب يمكن مر بسنة صعبة جدا مش سنة يعني بقالوا سنتين الأمور كانت صعبة جدا لكن دايما كابتن محمود الخطيب كان متمسك مبادئ النادي الأهلي وأنا شايف خلال يمكن فوزنا بالبطولة أفريقيا والدوري والكاس هو ده اللي جنات كابتن محمود الخطيب من تمسكه مبادئ النادي الأهلي وبيدي درس لكل من يريد أن يتعلم كيفية الإدارة بشكل أكثر من رائع كل من يتعلم أن الرياضة هي أخلاق وحقك حيجي لك حقق كابتن محمود وحقق النادي الأهلي جي من خلال الصورة اللي حضراتكم شايفينها جي من خلال الفوز بالسلسية وإن شاء الله البطولات دايما مستمرة في النادي الأهلي خلينا تكلم كمان وجود كابتن محمود وسط كوكبة كبيرة جدا من العالم النهاردة وحرصه الحقيقة على تواجده موجود وكمان بيقول كابتن محمود الخطيب بيوجه عدة رسائل من خلال كلمته نعلها للعالم كله بيتوضح فيه قيمة النادي الأهلي مكانة النادي الأهلي الكبيرة على المستوى مصر وأفريقيا والعرب وعلى المستوى العالمي وازاي ما قلت لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب كان النهاردة سفير للقرى العربية والقرى المصرية والأفريقية وكمان سفير للقرى العالمية موجود في المحافل الدولية بالنادي الأهلي بإنجازاته الكبيرة ببطولاته الكبيرة جدا بيضايق أعظم أندية العالم بنتكلم على ريا المدريد بنتكلم برشلونة بنتكلم الباير كمان عجبني جدا جدا كمان مسؤولية الكابتن محمود الخطيب ورقيته للمستقبل كابتن محمود الخطيب دايما بيقول أن التتويج بالجوائز ده بيزيد من المسؤولية وبيضع مجلس الإدارة واللعابين وكل من ينتمي للنادي الأهلي أنه يزيدوا من الجهد والعرق وأنه يحافظوا على هذا المستوى العالمي وده مسؤولية كبيرة جدا وكان بينقلها دايما لولادنا يعني تفتكروا بعد ببطولة الأفريقية وفوزنا بيها كان أول سارة كابتن محمود الخطيب بيوجيها للعيبة وجهاز الفني إحنا لسه عندنا والبطولة ده بتديكم مسؤولية بتحملكم مسؤولية أكبر فهو ده النادي الأهلي وهو دي مبادئ النادي الأهلي